اشتركوا في القناة وعبائة في نسخته الثانية لهذا العام استطاع يحقق تطورا كبيرا ونجاحا واسعا عن نسخته الاولى في العام الماضي ما يعد انجازا كبيرا اذ تضاعف عدد المشاركين هذا العام والعارضين والموديلات وتشكيلات المتعددة والتصميمات المتطورة والتي اثارت الاعجاب الكبير لدى الزوار المعرض وضيوفه من البحرين والدول الخليجية الشقيقة كما ان وجود كفاءات بحرينية وعدة في هذا المجال نجح في تحقيق التنفس الشريف والايجابي الذي يدعو مزيدا من التمييز والابداع مستقبلا ليكون موردا اضافيا لتعزيز الاستثمار والاقتصاد المحلي يهدف المعرض الى اظهار الابداعات والتمييز البحريني والوطني والمحلي بافضل صورة على مستوى عالمي مع حرص القائمين على المعرض على توفير الخيار الافضل للمواطنين وخصوصا في فترة الاعياد وخلال حفل الافتتاح تم تكرم الارامل وتقديم تبرعات لكسوة العيد لارامل منتسبي المؤسسة الخيرية الملكية وقام كل من بالتبرع بعباءة واكثر للارامل كما قدمت شركة وجوه عرضا للمكياج وعرضا جديدا لعطر فند ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر